يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعياً للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فيأيوها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في حلقة جديدة من فتاوى الصيام يقول السائل من المغرب هل يوجد لباس إسلامي أم هو يتبع العادة في الحقيقة لا يوجد لباس إسلامي خاص بالمسلم فكل ما لبسه قومه يلبسه ما لم يكن في ذلك مخالفة للشرع كان يلبس ما لا يجوز لبسه من ما يصنع من النجاسات ونحو ذلك أو ما كان من شعار الكفار فهذا يتجنبه وأما غيرها من اللباس فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس قومه ولم يتميز بشيء معين سؤال آخر يقول صاحبه أخي له مال في لكناب أخرج الفوائد وأهداها لي فهل يجوز لي الاستفادة منها هذه التي يسمونها الفوائد هي في الحقيقة ربا والربا لا يجوز أن يهدى ولا أن يوهب ولا أن يتصدق به إنما يتخلص منه وتكلم أهل العلم في هذه المسألة فقالوا بأنه لا يجوز أن يصرف هذا المال في الدواء والكساء والغذاء يعني ما يكونش في الأكل والشرب واللباس والدواء ونحو ذلك إنما يكون إما في مصالح المسلمين العامة كبناء قناطر مثلا شراء مجموعة من الطاولات أو السبورات للجمعية الخيرية مثلا أن يشتري بعض آلات مثلا هذا الكراسي المتحركة مثلا ويعطيها لمن يستحقها أو الجمعية الخيرية مثلا فيدخل في هذا الباب على كل حال ولا يجوز يعني إعطاؤه كهدية أم صدقة أو شيء من ما قد قلناه قبله والله تعالى عالم سؤال آخر يقول صاحبه فيه هل يجوز للعم أو الخال التدخل في مسائل الخطوبة مع وجود الأب أنا لا أدري ماذا يقصد هذا الإنسان الذي طرح السؤال بالتدخل إذا قصد التدخل بمعنى أن يشير عليهم بمعنى يعني يشاوره يعطي لهم رأي يقدم يؤخر كذا فهذا لا حرج فيه فهذا يكون من كل المسلمين من قبلت هذه الأسرة أن يتدخل لكن على أن يكون له الحل والعقد بمعنى أنه هو اللي يقبل ولا يرفض أو هو اللي يبرم مع هذا الناس اللي جاءوا في الخطبة أنه يتكلم مع وجود الأب بدون إذن فهذا لا ينبغي ولا يكون حتى عرفا لا يقبل حتى عرفا فإذا كان فوض الخال أو العم أو أحد أفراد الأسرة للقيام بذلك ورضي الأب أو أولياء هذه المرأة بذلك فلا حرج بإذن الله تعالى سؤال آخر يقول فيه صاحبه أريد الذهاب إلى العمرة على تكلفة زوجي وهو مقاول وأعلم أن عمله في رباء ورشوة فقال أشرع في عمل آخر ليس فيه أي مخالفة وأعطيك منه مبلغ تكاليف العمرة هل يجوز لي أخذ المال منه؟ نعم المال الأخير الذي قال بأنه سيشرع في مشروع يدر عليه الحلال وهو في حلال فيعطيك منه لتغطية تكاليف العمرة فهذا لا حرج فيه بإذن الله إنسى الله يتقبل منا ومنكم جميعا سؤال آخر يقول صاحبه كم المبلغ الذي يمكن إخراجه ككفارة ليوم واحد على تأخر صيام دين رمضان إذا مر على الدين أربع سنوات إذا تجاوز الذي عليه قضاء يوم من رمضان فلم يقضي حتى دخل عليه رمضانات وليس رمضان واحد فإن عليه فدية واحدة كفارة واحدة وهي إطعام مسكين وهي إطعام مسكين وقد قلنا في حلقات سابقة بأن الفدية هنا هي كيلو من دقيق بإذن الله تعالى عن كل يوم فيكون بذلك قد وفى بإذن الله تعالى حق الكفارة تقبل الله منه ومنكم سؤال آخر يقول صاحبه كم المبلغ لا يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كنت قبل الزواج والحمد لله مواظبة إذن هي سائلة كانت مواظبة على الصلاة ولكن بعد أن تزوجت لم أجد في بيت زوجي حماما أو كما نقول بالعمية دوش الذي أغتسل فيه من الجنابة من أجل الصلاة نظرا لحالته المادية والاجتماعية كما أني لا أستطيع الذهاب يوميا إلى الحمام خارج المنزل فهل يجوز للتيمم من أجل الصلاة كما أني لا أستطيع الاغتسال في غرفة نومي نظرا لبرودة الطقس وأخشى على نفسي وعلى حملي من المرض أفيدوني أرجوكم الحقيقة أنها طرحت مجموعة من الأسئلة الأول هو هل يجوز للإنسان للمسلم إذا لم يجد مكانا يغتسل فيه أن ينتقل إلى التيمم نعم يجوز له ولكن إذا استنفذ كل الوسائل بمعنى أن الإنسان يحرس لأنه يتحرى فاتقوا الله ما استطعتم كما قال الله جل وعلا سبحانه فالمسلم يتحرى ويجتهد أنه يجد مكانا يغتسل فيه فإذا لم يجد مثلا حماما والحمام نقصد في داخل البيت بالنسبة للمرأة أو يجد مثلا غرفة وبها جو مناسب لذلك كأن يدخل مثلا سخانا مثلا ويدخل أجهزة تلطف الجو مثلا فيغتسل هذا هو الواجب على كله هذا هو الواجب فإذا استنفذ كل الوسائل ولم يجد وأيقن أو ظن ظن غالبا أنه إذا ما اغتسل فإنه سيضر بجسده فيؤدي إلى مرضه أو تأخر برء فيه أو ضرر الحمل الذي عندها مثلا فإن هنا تنتقل مباشرة إلى التيمم على أنها إذا ما توفر يعني متى ما توفر لها الظرف المناسب لتغتسل وجب عليها الغسل بإذن الله تعالى وتصلي ولا تترك صلاتها والله تعالى أعلم سؤال آخر يقول صاحبه فيه تقدم لبنت رجل لبنت رجل يعمل في صندوق التعاون الفلاحي اسم المكان الذي يعمل به الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي فهل يجوز القبول بشخص كهذا للزواج وهل دخله حلال أم حرام أنا لا أعرف الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لا أعرف مداخله ولا أعرف هل هو حلال أم حرام ولذلك فإذا كان العمل هذا حلال وهذا الصندوق هذا يعني تعاملاته بالحلال فإن عمل هذا الرجل في حلال إن شاء الله بإذن الله تعالى ولا حرج في الراتب الذي أخذه من هذا الصندوق أما إذا ثبت أن فيه محاذير شرعية وأنهم يتعاملون بشيء من الحرام فالأولى تركوا هذا العمل والتحري للحلال بإذن الله تعالى والله تعالى أعلم سؤال آخر يقول أو تقول صاحبته المرضع تفطر وعليها فدية لكن تأخرت في إخراج الفدية إلى رمضان القادم ما الذي يتوجب عليها؟ يتوجب عليها يخرج هذه الفدية فقط ولا شيء أزائد لماذا؟ لأن التأخر في أداء الكفارة يأثم الإنسان إذا كان واجدا بمعنى عنده وكيله وما حبش يخرج إما ما حبش يخرج تكاسلا وتهاولا أو أنه عنادا فهنا يتوب إلى الله تعالى من هذا التأخر ويعني يخرج الواجب عليه يخرجه بإذن الله تعالى ونصل الله يتقبل منه ومنه سؤال آخر يقول صاحبه هل يجوز دفع الفدية فدية أمي أو أبي في الصيام بمعنى أنه لا يستطيع الصيام إلى زوج أختي والمقصود أختي وأبناؤها وأولادها المحتاجون نعم إذا كان يتوفر فيهم شرط المسكنة أو شرط الفقر شرط الاحتياج شرط العوز يعني ما عندهمش ناس بكين لهمش فبالأولى أنه يعطي لهم إذا توفر فيهم هذا الشرط فعني ولو كانت هذه الفدية هي فدية 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 رمضان للذي لا يستطيع الصيام من أب أو أم نعم ولكن الذي يخرج هو في الحقيقة هو الذي يخرج إذا كان الذي يخرج هو الأولاد نعم الأولاد أما إذا كان أما إذا كان الذي يخرج هو الأب بذاته من ماله أو الأم بذاتها من مالها فتنوي أنها تعطي لزوجي ابنها أو زوجي بنتها أقصد زوجي بنتها وأولاده بإذن الله تعالى ولا حرج في ذلك والله تعالى أعلم سؤال آخر يقول فيه صاحبه كنت بحاجة ماسة للمال فأردت أن أستدين من رجل من شخص لغرض معين ولكنني لم أصرح بغرضي فغيرت وأخبرته بغرض آخر استحياء منه يعني هو ما أرد أن يذكر له حقيقة ما يريد أن يعمل بهذا المال فأخبره بشيء آخر يريد صرف المال فيه وأنا في نيتي أن أرجع له هذا المال فأعطاني المبلغ وزيادة وقال اعتبرها زكاة ولا ترجعه فهو يسأل هنا عن حكم هذا الحقيقة أن المال الذي أخذه لا نقول أنه مال حرام ولكن الطريقة إذا كان قد كذب في ذلك الذي ذكره له فلا يجوز له هذا الكذب أما المال فلا حرج عليه فيه فهو صدقة عليه إذا كان من أهل الزكاة والصدقة فيعني بإذن الله تعالى أنص الله يتقبل على الذي أعطاه إياه لكن الكذب لا يجوز فيتوب الإنسان من كذبه ولا يجوز الإنسان إذا ما أراد أن يستدين أو شيء من هذا القبيل أن يكذب في عرضه لمسألته لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يستدين فإما أن يقول الحقيقة وإما أن يخبئ الشيء الذي يريد أن يستدين لأجله قال محتاج فيه ضرف طارئ أو ضرف لحاجة ملحة ويصدق في ذلك والله تعالى يعطيه ويمن عليه سؤال آخر يقول فيه أو تقول فيه صاحبته إمرأة عمري 48 سنة غير متزوجة إخوتي لا يريدونني أن أتزوج بسبب الدار يريدون أن أتنازل عنها قبل الزواج لحفظ حقوقي ماذا يقول الشرع والقانون مع العلم معي عقد وكالة إذا تمسكت بهذه الدار فلا يجوز لأحد أن يعضلها على زواج ولا أن يكرهها إلى أن تتنازل عن حقها وما هو في ملكها بإذن الله تعالى وحرام على هؤلاء ظلمها والظلم ظلمات يوم القيامة وهذه المرأة هي بالخيار إن شاءت أن تتمسك بما تحت يدها فلها وإذا رأت أنهم قد ضايقوها مضايقة شديدة فلترفع عمرها إلى جماعة المسلمين أو إلى إمام المسجد أو إلى من يستحي منه إخوتها أو إلى إذا اضطر الأمر وصارت تلك المضايقات شديدة فترفع عمرها إلى القضاء بإذن الله تعالى وتحاول أن تثبت حقها وتأخذ حقوقها كاملة نسأل الله تعالى إن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعنا القول فيتبعنا أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني